تظاهرة ثقافية لمبدعي الفن التشكيلي في الكويت منحت فيها أرفع جائزة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي بنسخته العاشرة يجتمع أكثر من 60 فنان تشكيلي كويتي يقدمون حوالي 107 أعمال تشكيلية متنوعة فيها اتجاهات وأساليب سواء واقعية أو فيها نوع من الحداثة في جميع مجالات الفنون التشكيلية منها طبعا الرسم والخزف والنحت والتصوير الفتغرافي الحقيقة هذه الجائزة تضيف على الرصيد الكويتي لأن هذه الجائزة متميزة ومنفردة بالنسبة لبقية الدول العربية كوكبة من الفنانين الكويتيين المبدعين في مجال الفن التشكيلي تنافس في إبراز ما لديهم من مواهب وقدرات فنية واليوم لها الحمد حصلت على جائزة صاحب السمو أمري البلاد حفظ الله وبرعاه واليوم أمشاركة بعملين باسم تفاعل وهذا أعتبرها تجربة يديدة بالنسبة لي المشاركة هي بحد ذاتها سواء نافست أو ما فست فكلنا فائزين كلنا عايشين هالمهرجان كلنا عايشين بهالتظاهرة الثقافية وهو يعتبر من أكبر الفعاليات الفنية التشكيلية بالكويت وتقريبا بالخليج العربي كله فهو المشاركة بروحها فوز وشيء يعني ما يتعوض حق أي فنان يتمنى أن تنعرض لوحاته في هذا المهرجان إن النهضة الفنية التشكيلية التي تشهدها دولة الكويت هذه الأوينة هي دليل قاطع على الدعم المتواصل واللا متناهي الذي توليه القيادة الحكيمة للفن التشكيلي ولمبدعه ديما دحدى لتلفزيون دولة الكويت